السلام عليكم ورحمة الله معكم شايماء حسن من قناة تكاتف أكلاتي هقدم لكم النهاردة البامية بطريقة أول مرة أنا شخصيا عملها وعجبتني جدا اللي شجعني أن أنا عملها أن أنا سألت بنات على الجروب بتاعي على الفيسبوك وهم اللي قالوا لي هتطلع طحفة وشجعوني أن أنا عملها وفعلا لما جربتها عجبتني جدا تعالوا نشوف أنا عملت إيه في البامية نزلت بمعلاقة سمنة في الحلة أول ما السمنة دي هتسخن هنزل عب عليها بمعلاقة كبيرة توم حوالي أربع خمس فصوص توم كبار مفرومين نقلب كده لحد إما التوم ياخد لون نكون مجهزين طماطم فرش مضروبة في الخلاط هننزل بعصير الطماطم أول ما التوم ياخد لون أصفر نقلب بقى كل ده ونسيبه على النار نغطي عليه ونسيبه يتسبك أول ما يتسبك هننزل عليه بالبامية بتاعتنا نكون غسلينها طبعا الأول وبعد ما أمعينها ندي تقليبة وبعد كده بقى نتبل البامية دي هننزل بمكعب مرقة أنا حطيت مرقة لحمة مكعب مرقة لحمة وهنزل ببهرات مشكلة وقرفة وقرفة أخر غلوتين من البامية هنزل بقى الملح لازم نزل بقى الملح كده من البداية عشان تعم البامية يبقى اللحمة باين فيها تعم البامية يبقى الملح باين فيها وخلاص كده نسيبها لحد ما تستوي هنعرف ازاي انها استويت هنجيب شوكة نغرزها كده في البامية لو دخلت بسهولة يبقى خلاص كده البامية جاهزة معنا أو اضغط عليها بإيدك لو لقتيها البامية طرية معاك يبقى خلاص كده البامية جاهزة تعمها حلو جدا عجبتني جدا علشان كده اتشجعت ونزلتها لكم على القناة ومعاها بقى حبت بتنجان مخلل وخلاص كده بقى يعني مش هايزين حاجة تاني من الدنيا البتنجان هحطولكو طريقتو في الديسكريبشن بوكس تحت عدوا شوفوها هتعجبكم جدا واللي بتعمل البامية بنفس الطريقة دي تقولي واللي ما جربتهاش قبل كده تجربها وترجع برضو تقولي رأيها في التعليقات واتمنى الفيديو يكون عجبكم وشكرا لكم جدا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته